موسيقى صباح الخير بهاي المرحلة بمسابقة غدائك سحتك صر لازم نتعرف أكتر على عائلات المشتركين لأنه نحن نعرف أن تخفيف الوزن مش إشي كتير سهل وخاصة إذا كان في حدا معنا عم بيساعدنا فعشانك اليوم بدنا نشوف مين اللي راح يساعد المشتركين بتخفيف وزنهم لنتعرف على عائلاتهم أكتر أول شي راح نشوف هلأ مهند مين اللي كان بيساعده بتخفيف الوزن ومين اللي كان عم بيسانده أكتر مهند بعد الفترة هاي اللي صرت نحفانها كيف كانت طريقة أكلك قبل وكيف صارت طريقة أكلك هلأ طريقة أكلي كانت عبارة عن أني أكل كميات كبيرة ما أسأل يعني قديش الكمية ضلني أكل أكل لحتى أتعب إنه عم ستوطلع على الشغل أخذ معي أربع سندوشات أكلهم قبل ما أوصل غير اللي فطور نفطروا مع الشباب أو أروح من الشغل واك متأخر أكل وحط راسي ونام كانت أمور كتير مخربطة طيب مهند لوحد كان عم بياكل كتير وبراحته كيف قدرت هلأ إنه تصيري مثلا لقمة الخبز محسوبة كمية الأكل معدودة عليك ما كان صعب عليك شوي أكيد كانت صعبة وصعبة كتير كمان مش شوي بس النتائج الإيجابية اللي بيخدها الواحد بعد ما يخفف أكله يدير باله على صحته أحسن مئة مرة من اللي كان يعملوا إنه كنت أكل وأخذ راحتي في الأكل الشغلات اللي بيشتعلها يعني هي زي الفاست فود اللي فيها دهنيات شوي هيك الواحد شوي بيشتعلها بس مش رح أرجع لها أكيد زي أول ورياضة كتير محلوة اللي يعني كان جسمي كان عائق كبير اللي ما كنت أدر أعمل أي إشي أكيد فيه وجبات كانت فريو هاي كنت أخذها بس الأكل الصحي طبعا كتير زاكي أوكي الواحد بنكون مش متعود عليه بس شوي شوي بتعود عليه ويعني خلصوا بترتاح كل إشي من أكتر حدا مهند كان معك عم بيساعدك أو ساعدك أكتر بي البرنامج أمي حبيبتي ساعدتني كتير هي أكتر واحد يوقفت جنبي ويعني أنا كذبت أول البرنامج قزبي بيضة قلتني عرفت عن المصابقة عن طريق الفيسبوك أنا هون كذبت أمي اللي حكتلي عنها أوكي وهي اللي دلتني عليها اشتركوا في القناة سحر أول شي أنت اللي عرفت عن المصابقة وخبرتي مهند شو خطر ببالك إنه تخلي مهند يشترك بهيك المصابقة؟ أول شي أهلا وسهلا فيكم بيتكم صغير نور هنا وأنا حابة كتير أول شي أشكرك يعني لولاكي ولولا وقفتك معهم ومساعدتك إلهم يعني ما وصلوا لهالمرحلة أنا قرأت على الفيس وعجبني الموضوع كتير ويعني تشجعت لأنه أنا كان نفسي مهند إنه يوصل لهالمرحلة الحمد لله رب العالمي نفضل ربنا وبعدين حضرتك يعني إنه وصل الحمد لله لهالمرحلة لما خبرتي مهند شو كانت ردد فعله يعني كان عادي بالنسبة له التلفزيون ومسابقة لا لا ما حكى إشي يعني قال لي أوكي منروح يعني وجينا والحمد لله رب العالمين إنه نقبل يعني بهالمرحلة شو رأيك بمهند هلأ؟ شو بيفرق عن مهند اللي قبل؟ طبعا فرق كبير وأنا كتير فخورة فيه ومبسوطة يعني إنه وصل لهالمرحلة ويعني قدر بصراحة يفاجئني ويفاجئ الكل إنه كان قد حاله وأثبتلنا إنه فعلا بالإرادة الإنسان بقدر يعمل كل إشي وفعلا وصل لهالمرحلة هو مهند بخلال الفترة تبعت البرنامج مرأ بظروف صعبة منها انكسرت إيده والحادث اللي عمله بتذكر أول ما حكيتك كان أول هملة إلك إنه رح يكمل بالمسابقة أو لأ كيف قدرت تدعمي بكل هاي الظروف الصعبة وقدر يتخطاها ويكون حتى من يوصل للمرحلة الأخيرة كمان هلأ الرجيم مش معناته الأكل الصحي قصدي إنه مش معناته إنه بحرم حاله لأ بالعكس الأكل الصحي إنه إشي بيفيده بيفيد حياته بيفيد عقله بيفيد جسمه كله فيعني ما حرمته من إشي بس طبعا بالأكل الصحي اللي انت دايما بتحكي عنه إنه الحياة الصحية اللي هي الأكل الصحي يعني إحنا كأمهات كان كل همنا مثلا حتى الأمهات اللي أطفالهم كل همها إيش إنه ابني خلي إياكن لا الأهم إنه شو إياكن يعني هاي كتير نقطة مهمة إحنا كأمهات لازم ننتبه لها فأنا يعني ما بحرمه من إشي ويعني كمكسرات مش ضروري ناكل مكسرات اللي هي المحمصة لا في مكسرات مية في شغلات كتير غذائية بتفيدنا فيعني بالعكس لوصل لهالمرحلة هو بأكل صحي وغذائي تمام مية بالمية يعني سحال أخر شي شو بتحبي تحكي لمهند من خلال البرنامج؟ الله يوفقك يا ربي وإن شاء الله إني أشوفك من الأوائل يعني إن شاء الله إنه يعني وأفرح فيه ونوارد حياتنا هو الله يخليك الله يساعدك شكرا إليك بعد ما شفنا مهند خلينا نتعرف حلق على عائلة هذه نشوف مين اللي بساعدها أكتر وهي كمان كيف كانت طريقة ذاكلها هذه الأول شي بديت خبرينا كيف كان أكلك ببداية البرنامج؟ يعني شو الإشي اللي أنت كنت تحسي هي أكتر شي عم بتزيد لك وزنك؟ أول إشي طبعا أكتر إشي كنت أكله زمان هو البورجر كنت أكل بجوز لا واحدة ولا تنتين أكل ثلاث ومرات أجيب تنين بورجر وواحد زنجر كبير كنت أشرب المشروبات الغازية أطلب البق بطاطا أطلب البق ومش بس هيك حتى بالليل تصدف معاي تكون دنيا ليل أروح أورص على بورجر وهذا لا هلأ كل إشي اختلف معاي على الغدا أنا حتى صورت دكتورة في البيت إنه ما بدنا رز دايما والرز بكميات قليلة نكون وغير هيك بطلت أحب حتى البورجر بطلت أحب الشوكولاتة إنه أنا من النوعية لما كنت أدرس كنت كمية بصراحة ما قدر أوصف قديش أشتري وهلأ لما بدأ أدرس بحط خضار سناك قدامي وباكل منه حاولت إنه ما أمشي على نظام رجيم مثل ما عواتينا نمشي شيء على نظام حياة جديدة الثاني شي تعلمته هي الرياضة والمشي إنهم أهم شيء بحياة الإنسان طب ما بتشتقي لهذا الأكل يعني هلأ لما بتعدي تدرسي مثلاً شو عم تأكلي بصراحة لأ طب لإنه بس أتذكره عم بتذكر ماضي إنه تعبت كتير قديش عانيت قديش كان نفسي أكون مثلي مثل صحباتي جزء أول مرة أجيت عندك قدتلك أجيت هون عشان أكون مثلي مثل صحباتي وأنا هلأ عم بوصل لهذا الأشي وحمد الله أوصلت معاكي طب واللبس والأواعي كيف فرق معاك هديل أكتر كمان طبعا أول شي ما كنت ألبس غير أسود عن جد يعني نظام حياة يا أسود يا كحلي وإن طارت مياه ألبس بني أنا هلأ صرت أحب أنوة أحب الألوان صرت أحب اللبس وصرت أشوف حتى لما أفوت على المحلات أفوت بكل ثقة عم حل صبايم وزي زمان كنت أفوت عم حل مأسات كبيرة يعني زي ما هو مكتوب مثلاً اكس لارج وهيك وبنطلوني هلأ فرجيكم كيف فرقوا معاي هلأ هذا البنطلون أول مرة أجيت فيه عندك أنا وودي أفرجيكي قدش فرق معاي ها أوكي طرق كتير قدس على السرتي نازل هديل هلأ أنا كنت ألبس بصراحة أربعين اثنين واربعين وبالمعانا حتى يكونوا لي كرا زي ما انتي شايفة اه هلأ بصراحة بلبس أربعة ثلاثين وعشرية سهل ومرات ستة وثلاثين يعني هذا بحق فرجيكي هذا إياسو قدش أربعة ثلاثين سوسا أول شي كيف عرفتي عن المسابقة وكيف خبرتي هديل عن المسابقة أنا اجيت قدت له هديل في مسابقة عملها قناة رؤية وإن شاء الله على يدهم إن شاء الله بنزل وزنك فكانت كتير مبسوطة يعني صرنا نبكي لما إجانا اتصال إنه وفقتوا عليها جربت كتير مرات قبل إنه تخلي هديل تنحف وما كانت تنحف شو اللي اختلف المرة هاي؟ كتير حاولت يعني لا دكتورة ولا نادي ولا إشي الضبط معاها فلجأنا لهدي البرنامج فمشاء الله بقدرتك وبقناة رؤية نزل وزنها والحمد لله عم بنزل مني المرة هاي بزات شو اللي خلاها توصل لهاي المرحلة وتقدر توصل لنهاية؟ شو الإشي اللي خلاها فعلا تتغير؟ صار عندها مشاكل تقللت الوزن قلة الحركة صار عندها احتمال كانت يكون عندها سكر لبن كرياس وقالوا لي في عليه دهنيات فوزنها عم بزيد مش طبيعي مش بسنها يعني أوكي إنتي شو كان دورك بمساعدة هديل لحتى تقدر تستمر كمان؟ ما كنت متخيلة صراحة يعني كنت متوقعة إنه ما رح تمشي معاكم صحيح بس الحمد لله إنها مشيت صاح ونزل وزنها وأنا عن جد كنت مبسوطة كتير مبسوطة إنه نزل وزنها وبعدين أنا ساعدتها كنت منحة إنه هذا غلط وهذا منعوكي عنه الحمد لله آخر شي شو بتحبي تحكي لهديل لحتى تقدر تكمل بالوصابة؟ هلأ بقولها إن شاء الله إن طلعت أو ضليتك كملي بالمستقبلك تنزيل وزنك حتى توصل إلى الوزن المثالي هلأ صار لازم نعرف حياة رفادة كيف بنشوف كيف هي طريقة أكلها ومين كمان عم بساعدها ببرنامج تخفيف الوزن؟ بفادة قبل ما تبدي بالبرنامج كيف كانت طريقة أكلك؟ شو اللي شي اللي كنت تحسي هي اللي عم بتزد لك وزنك أكتر شي؟ بصراحة دكتورة كانت طريقة أكلي وطبيعتها كتير كتير سيئة كنت نظامي أول ما أفيق الصبح من النوم دائما مشروبات غازية وشوكليت وشيبس هذا قبل وجبة الفطور لما يفيه أكله أنا أنا من الناس اللي فيه بكير لما يفيه أكله أهلي ويحضروا فطور وهيك ببلش أفطر معاهم بعد الفطور تلفزيون وبرضو شغلات زاكية كانت هو الأكل الجاهز والأكلات الزاكية هي اللي من خربيت لصحتي صراحة شو خطلف هلأ بنظام أكلك؟ شو الإشياء اللي غيرتيها أكثر؟ أول إشي الأكل بالنظام أعمل كنترول على نفسي أنا كرفادة إنه زمان بحط الأكل وبضل أكل 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 يعني بكونش باعت بس إني حب الأكل حب البيتزا بدي أكل البيتزا لآخر قطعة هلأ لأ صرت أعمل كنترول إنه أنا مثلا محددلي بوجبتي إنه أكل مصلا حبة بطاطا أكل زبدية سلطة وإشي تقطع الدجاج أو هيك فأنا بلتزم فيهم حتى لو ماش باعت بعرف إنه في عندي كمان شوي سناك بعوض بالمي وهيك فالحمد لله كثير أحسن يعني وأريح أنا كاريفة ده أريح إلي كثير شو الإش أنا تغيرت فيك؟ كل إشي حركتي أول إشي يعني كثير كثير تغيرت صرت ترشيقة يعني زمان لما حد يطلب مني إشي أف كمان شوي مش قادرة هلأ هلأ بس حدا يطلب أو حتى ما يكون موجه إلي الطرق هلأت لقيني أنا على السريق قمت هيك ما حاسي حالي عندي نشاط خفيفة وطبيعة لبسي اختلفت كلياً كنت دائماً ملتزمة بقواعي الرياضة بتعرفي يعني عشان ما كنت أي شي مناسب لإلي فدائماً بحاول أخبي نصاحتي بلبس الرياضة الواسع أكيد كان في أيام بالرجيم تحس إنها أيام صعبة كتير وخلص إنه مش قادرة تكمل إيش كانت أصعب مرحلة بفترة الرجيم ما رأتي فيها؟ ثاني أسبوع من الرجيم صراحة أول أسبوع كنت كتير متشجعة وقاله يلا قاري فادة وبدك هيك ثاني أسبوع ست أطلع الكل بالجامعة بالبيت أصحابي كله عم بياكل عم بياكل أنا مش قادرة أنا نهرت للحظة بالشارعة تأبكي صراحة إنه ليس وأبصر وأنا بدي أكله وأنا خلص الله خلقني هيك وأنا بدي أترك المصابقة وما بدي أنحف بعدين صفنت شوي مع حالي إنه لا أنت رفادة رحت لحالك وقدمتي على المصابقة عساس بديك تنحف وإنتي حابة لا إيش توصلي له بعدت أقنع نفسي فصاروا يعكلوا تشيبس أطول أنا الجزر قال لهم أنا هاي تشيبس تاعي مين كان بيساعدك أو بيدعمك أكتر شي بخلال فترة الرجيم خاصة بهاي الأوقات الصعبة؟ صراحة صاحبتي رحيل هي دائما داعمتها إنه إحنا طول الوقت مع بعض بنفس الجامعة وبنفس السكن بنأكل مع بعض أغلب الوقت فهي دائما أعرف هذا شو عندك بالبرنامج أبصر شو عندك طعمينا اليوم كذا فحتى هي التزمت معي بأنه هي مش في حاجة بس التزمت معي بالأكل ودائما بتشجع رحيل قدي لك بتعرف في رفادة؟ تعرفت على رفادة من سنتين أول شي تعرفت عليها بالجامعة وبعدين يوم ورا يوم أعرفت إنه رح نكون بنفس السكن وصرنا عايشين مع بعض بنفس السكن من سنتين مع أنك عرفت رفادة قبل ما تبدأ بالرجيم بالفترة الماضية ما كنت تتحاولي مثلا تساعديها تشوفي عم تاكل زيادة شو كنت تتحاولي تعملي معها؟ كنا نحاول يعني أنا بالنسبة إلي كنت أحاول أساعدها أحكي لها إنه لازم تبدي بي شي معين إنه تخفي في وزنك تخفي في أكلك شوي إنه تساعدي حالك حتى تكوني بي عشان صحتك بالأخير لأنه الوزن الزائد أكيد بيدمر الصحة يعني بيأثر على الواحد كنتي متخيلة إنه رفادة رح تقدر تستمر بالمسابقة رح تقدر تعمل شي كيف كنت تقدر يتساعديها بهذه الفترة؟ هلا أنا واثقة بريفادة إنه إن شاء الله حتكمل بالمسابقة للسبب معين إنه أنا وياها نولدنا بنفس اليوم فشخصيتها بالزب زي شخصيتي فأنا زي ما بوتق بحالي وبشوف حالي طموحة كتير فأنا متأكد إنه هي طموحة وإن شاء الله بتكمل بالمسابقة تمام شو بتقولي آخر شي لريفادة؟ تمنى لك إن شاء الله تكمني بالمسابقة وأنا واثقة فيكي وإن شاء الله قل لك يعني هك بتكون خلصت جولتنا اليوم مع أهالي مشتركين مسابقة غداعك سحتك بس أكيد المسابقة لسه ما خلصت خليكهم تابعين معنا ولا تشوفوا شو رح يصير كمان مع المشتركين ومين رح يفوز بالمركز الأول؟ طبعا كل هاي الفقرات دايما منشوفها بفقرة مسابقة غداعك سحتك بدونية دونية على رؤية